لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملء لا شريك لك لبيك اللهم لبيك 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 السلام عليكم ورحمة الله دائما كنت أقول الصراع بين معسكر الإيمان ومعسكر النفاق صراع طويل الأمد نتيجة هذا الصراع محسومة ألا وهو انتصار معسكر الإيمان اللي قال كده ربنا سبحانه وتعالى في القرآن عندما قال وكان حقا علينا نصر المؤمنين فتحقيق الإيمان والعبودية لله هو أهم ما سيميز فترة حكم الإمام المهدي عند ظهوره وفي بشاير الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا بها المجتمع الأوروبي مجتمع تغلب عليه خصائص الانحلال والتفلت مجتمع بيداعي الحرية وبيحارب أي قيم دينية موجودة وأي حد بيظهر في هذا المجتمع من أبناء هذا المجتمع بيحاول أنه يصبغ على هذا المجتمع الصبغة الدينية بيحارب وفي الحقيقة معسكر النفاق بقيادة الدجال كما تعلمون بذل جهدا كبيرا جدا في إغواء وإضلال هذا المجتمع منذ فترة طويلة جدا وشوفنا مظاهر الانحلال والتفلت موجودة بشدة في هذا المجتمع الرجل دلوقتي بيتجاوز الرجل والمرأة بتكتفي بالمرأة زي ما أخبر الإمام علي في نبوآت آخر الزمان وفي أحاديث وروايات آخر الزمان ووصل هذا المجتمع للهاوية ولكن في خضم هذا السقوط بارقة الأمل دائما يأتي الفرج من رحمي المعاناة شوفنا المجتمع الأوروبي بدأ الإسلام يغزو إنجاز التعبير بتاع الغاز ودوت وبدأ الإسلام ينتشر في هذا المجتمع بدون أي مقدمات بديهية هو مجتمع بيحارب الدين بيحارب أي دين أصلا يغلب عليه الطابع العلماني فكيف يظهر أهل الإسلام المتمسكين بجد بدين الإسلام في هذا المجتمع هؤلاء من سيفتحون القسطنطينية عند ظهور الإمام المهدي المبشرات واضحة وبدأت تظهر بوضوح تعالوا نشوف مقطع الفيديو اللي بيبين لنا بعد خطير جدا كثير مننا مش واخد باله من هذا البعد ألا وهو تغلغل الإسلام بعمق في هذا المجتمع الأوروبي ويأتي النصر من حيث لا تحتسب محتاجين نصدق القرآن ومحتاجين نؤمن فعلا بكلام ربنا ونبقى مسلمين على الحقيقة ما نبقاش مسلمين في البطاقة بس تعالوا نشوف المقطع ده البسيط جدا وبعد كده نعلق على هذا المقطع وأنا سبت المقطع ده بالصوت علشان نشوف ونعلق ونعود لكم بإذن الله السلام علشان نشوف ونعود لكم علشان نشوف ونعود لكم أنتهى اللهم سنعجب وطاري شعف معهي 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 ودهي العالم سنعجب وطاري من خطناء محظم اللهم سنعجب لا يزعجب وطاري لغاية لغاية السبات لغاية السبات اللهم سنعجب وطاري والأنه سنعجب كل مناحوظ جيداً. أعطيكم جميعاً لنطلقكم جميعاً ريد مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركات الله 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 أكبر الله أكبر ولله الحمد زي ما شفنا وشاهدنا هذا المقطع مقطع فيديو بسيط جدا بيتكلم عن أسرة من أسر المسلمين في عمق أوروبا في إحدى الدول الأوروبية وهم رايحين يصلوا صلاة العيد وبيكبروا تكبيرات العيد هذه التكبيرات التي حبست أصواتها فترات طويلة جدا إلا أنا عايز أوصل لكم إن الجولة القادمة للإسلام والمسلمين ومقدمات ظهور الإمام المهدي أصبحت واضحة جدا جدا ولكن لأهل البصيرة وأهل الغفلة المفاجأة هتكون عليهم كالصاعقة الإسلام بيزداد بكثافة كبيرة جدا في أوروبا وفي أمريكا حتى إن التصريحات بتقول لو استمر المعدل ده لغاية 20-30 سنة قدام هتبقى أوروبا معظمها مسلمين هؤلاء من سيفتحون القسطنطينية الرسول عليه الصلاة والسلام حديث أبو هريرة بيقول هل سمعتم بمدينة جانب منها في البر وجانب في البحر قالوا نعم يا رسول الله قال لا تقوم الساعة حتى يغزوها سبعون ألف من بني إسحاق منهم بني إسحاق أوروبا حتى إذا جاؤوها نزلوا فلم يقاتلوا بسلاح ولم يرموا أو يرموا بسهم فيقولون لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط أحد جانبيها ثم يقولون في الثانية لا إله إلا الله والله أكبر فيسقط جانبها الآخر ثم يقولون في الثالثة لا إله إلا الله والله أكبر فيفرج لهم فيدخلونها فيغنمون فبينما هم يقتسمون الغنائم إذ جاءهم الصريخ أن الدجال قد خرج فيتركون كل شيء ويرجعون إذن بنص هذا الحديث أعداد كثيرة جدا ستدخل الإسلام قبل المهدي وهذا مشاهد أعداد كثيرة جدا من أوروبا من نصارى أوروبا هيخشوا في الإسلام عند ظهور الإمام المهدي وهيبقى قوام جيش المهدي أعداد كبيرة جدا من جيش الإمام المهدي من أبناء أوروبا وربما أمريكا إذا كانت موجودة في هذا الوقت طبعا البشريات بنشوفها في المقطع ده اللي بيظهر أصدنا دلوقتي إن هؤلاء الآن لا يعني لا أقصد هؤلاء يعني الأسرة دي بعينها لا دول بيمثلوا الإسلام وبيمثلوا الصحوة الإسلامية الموجودة في أوروبا الآن المسلمين بيحاولوا يخطبوا الدهم بيحاولوا يتقربوا منهم شوف في روسيا بيعملوا إيه مع المسلمين في هذا التوقيت وشوف التقارب الكبير جدا وشوف في أمريكا إيه اللي رؤساء أمريكا دلوقتي بيعملوه لأن المسلمين وخد بالك فرق ما بين المسلمين وما بين الأنظمة التي هي في نهايتها أنظمة الحكم الجبري فرق أويما منهم مصدر قوة المسلمين الآن فيه التمسك بالدين لازم نفهم كده جربنا كل مظاهر الضعف وكل مظاهر التخازل جربناها وما استفدناش وما خرجناش إلا بضعف ضعف فوق الضعف أما التمسك بهذا الدين الآن المسلمين بيتم استمالة المسلمين من جانب روسيا ومن جانب أمريكا وبدأ المسلمين يتعمل لهم حساب إيه الأسباب؟ لا توجد أسباب أرضية إن المسلمين بيتعمل لهم حساب هذه مقدمات التمكين وتذكروا هذا الكلام وإلا فأنت كمسلم مش معاك أسلحة نووية مش معاك مصادر قوة تخليك تسيطر على هذا العالم حتى البترول تحت إيد ناس لا يهدفوا لخدمة الإسلام والمسلمين فأنت ما عندكش كمسلم على المستوى الفردي أي مصدر قوة إلا التمسك بهذا الدين وما أعظم هذا المصدر لأن سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول للناس إنكم لا تنتصرون على أعدائكم لا بعدادكم ولا بعدتكم إنما تنتصرون بهذا الدين هو ده أو هي دية الرسالة اللي كنت عايز أوصلها ليكم يا معسكر الإيمان الخطاب دائما أنا بتكلم مع الناس اللي معانا في هذه المركبة في معسكر الإيمان نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من أنصار الإمام المهدي ومن أتباعه ومن معسكر الإيمان بارك الله فيكم أنشر هذا المقطع بشدة لكي ينتشر وتعم الفائدة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته